بالقرنفل والماء سترجع لي في سن الشباب و ستعالجي لي التجاعد انا عارفة بزاف المتسبعات ديلي تبارك الله الوفيات كيتابعوني و كينتظروا الجديد ديلي و اين فواتي يبنوا ليهم الوصفة ديلي التجاعد خصوصا هكذا كانت وصفة بسيطة الخيصة فتي حمقوا عليها تيتستو عليهم طاوية الحال كينضوا حتى وما حاسمين وعازمين باش يديروها و باش يزولوا المشكل اللي عندهم و اللي هو طبيعي الحال تجاعد البنات اليوم اجبت لكم مصفة من ارواع و من ارخص ما جربت للي علاج تجاعد ولا الحمد لله حتى لعلاج الحبوب سواء حب الشباب الحبوب الكبار الصغار الحبوب اللي عمرين لقيح عمرين ما نمشو الكلافسي كاتخيص الحبوب هناك بزاف ديلمشاكي للبنات اللي كان عانيوا منهم احنا يا النساء و كذلك حتى البنات يعني سواء الكبار ولا الصغار يعني بمراهيقات عزبات متزوجات كل نحنا النساء بصفة عامة كان عنو من هاد المشاكل هدو و خصوص المشكلة تجاعد بالنسبة لبنات القرنفول فالحمد لله الفعالية دياله التبتات بانه كي يحمقوا و غزالوا و كي يهب لبنات لعلاج شي حاجة سميتها الخطوط الرفيعة و للخطوط العميقة فهذا الوصفة هذه لبنات نتمنى غير تحيدوا العقز لانو كنين شي مع عقازات كي يقولوا اليوم غدا من بعد غدا بعد بعد و غدا ما كي يستخدموا حتى شي وصفة لبنات فعناش بتليكم الميزة حتى لعندكم دقة عليكم بابداركم و بارتاجيتها معكم نتمنى حبيباتي الله يعطيكم صحيح تكم تنوضوا تجربوها ما فيها بس ما غتخسروتها شي حاجة غير غدي تجربي ليالا غوستي و تقولي لي في التعليقات كيف اشجاتك واش عجباتك ولا ما عجباتك شوش استفتي منها ولا ما استفتيش منها المي بالنسبة للنتيجة ولا الغزلتة ولا الدليل ولا البرهة الناس اللي كتصورني عليه بزاف بزاف فراني خليتوا لكم البنات في البداية نتعادل فيديو هذا ومش يغل في البداية نتعادل فيديو إنما في اي فيديو البنات كنخصص لكم تشوفوا الدليل والنتيجة والبرهان واش هاد الوصفة فعلا عندها مصداقية وعندها فعالية ولا غي الكدوب فالحمد لله رخليت لكم البرهان والنتيجة والدليل باش هكذا تشوفوا اهمية الوصفة ومصداقية نتعادلها وستعادلها كما قلنا دقابة لا سواء عندك التجاعيد ولا الخطوط الرفيعة على مستوى العنق اليدين الواجه الخدود الجبهة اليدين الرجلين أي منطقة لبناس ماشي بالشرط غير وجهة لأنه كان بعض الوصفات كيزولوا التجاعيد غير من الوجهة هاد الوصفة الله وطريقة دي لتحضر دي لها سهلة انتم هات تعرفوا معي للمكونات بلي دي تاي ان شاء الله بجميع التفاصيل ولكن بليس حبيبتي ما تنسوناش من واحد الليك الله يسقم لكم السعد والله يرحب بها الوليدين والله يسهل أمركم يا ربي وسهل عليكم مصعب فغير من واحد لك ما غا تخسري تاشي حاجة عليها غير غادي تزيدي تشجعيني غادي تزيدي تأفونسي بي القدام تزيدي تخليني نخدام نبتاكر ونقلب لك على الجديد لأنه صراحة لا الجديد ماشي سهل كيخصو شوية دي الخدمة كيخصو شوية دي المجهود شوية دي المتابرة ولكن الحمد لله فاش كنقلبوه وكنمبحثوه وكنجيبوه حتى لعندكم فهدي هي أهم حاجة عدنا المهم للايك ديلكم عفاكم اشتراك ديلكم سو ماشين تفعلكم زي الجرس لكي تتبصلوا بكل ما هو جديد خلو لنا الغزالة ديلي التعليقات ديلكم اقتراحات ديلكم سيفسرات ديلكم شنوم الموادع اللي تبعونا نتكلموا فيهم ان شاء الله مستقبلا فلاشين وعلى بركتي الله يالله معايا يالبنات كل الطاقة اليوم وكل حماس باش جيت شاركت معاكم هاد الهبيزة هادي ديال القرنفل والما وراكم مشفتوه سبار كلا من خلال سورا موسا غير انتعاد لها فيديو ما شاء الله فالله مبارك المهم حبيباتي اول حاجة غنحتاجوها واللي هي البنات القرنفل او ما يعرف بالميسمار اللي هو هذا كننا تنعرفوا من طبيعة الحال الميسمار او للقرنفل ها هو البنات كي يحمق و كي يهبل فكتحتاجي منه كيميه اللي كتشديه و كتطحنه يعني كيكون باودر انا را كان وجدو او لا كانجيبو ما عند العطار لضيق الوقت و لانني او للكوني كنستخدم بزاف الوصفة الطبيعية في النهار فم طبيعي الحال ما كيبقاش لي الوقت لبنات كنحاول نجيبها كده الاشياء البسيطة و انطبقها بالنسبة لبنات القرنفل فشي حاجة معجيزة يا البنات لترطيب الشعر و كذلك لبنات لعلاج الشيب و لعلاج تقصف و علاج الفارغات و بالنسبة للبشرفة و مفيد لعلاج تجاعد يعني صراحة متعد لتستخدمها صراحة ماشي غير الوجه او لا غير الجسم لا ولا غير المناطق الحساسة الا البنات راح تلشعر شعر ما نعودش لكم هالبنات را دي ما كان بقضى جيه معاكم سوما شان عندو بزاف دي الفعاليات بارك الله المهم ريحتو من السمس برك الله هم بهجة اه بالنسبة التاني مكوين اساسي و اللي هو المميها هنا البنات عندي غير المميها العادية انتم يعني المميها ديال كم سنقولو احنا اه الماء العادي يعني ماشي الماء المعديني ماشي يعني الماء العادي المكونات الأساسيين لبنات بالنسبة لبنات المكونات التانوية ستحتاج معي ان شاء الله الى القراءة للعسل بزاف منكم تقول لي وش العسل الحر سوف نقول لي عندكم طبيعة حال سوف يكون هو رقم واحد يعني هيكون كافضل اختيار ولكن كان بزاف لبنات يقول لي ما عدنا شي العسل الحر فلا نسحك بالعسل السكر والجليكوز تم تحضيره من السكر والجليكوز في 400 جرام هذا البنات زوين فعال اقتصادي وسهل فتح دير دياله ودي مثلا بغتاجه معاكم سنقول لي كمرا من اروع ومن ارقى البنات ما جربت هو هاد العسل هاد البنات ديال السكر والجليكوز وتمانه مناسب وكذلك ما كنخلي فيك نستخدمه يعني الشعري الوجهي كان ذلك كنستخدمه البنيتة ديالي الله يحفظها لي وحفظ لكم وليداتكم يعني صراحة عنده ميدار عنده ميدقال يعني سبارك الله فوائده كثيرة ومتعديدة مهم كما قلنا البنات العسل اما ديال السكر اما العسل الحر القرنفل والماء سواء الماء المعديني ولا الماء العادي مهم اللي بغي تديري هذا البنات اللي عندي انا يغال الماء العادي كذلك البنات غادي تحتاجوا معانا واحد الكيمية ديال الاروز باودر هاو البنات الاروز توا معروف بالمنافع دياله بالمزايا دياله ها تحتاجي معايا واحد اللي معي القادية القهوة بالنسبة البنات اللي تيقولوا لي عدنا التسبوغات وعدنا النمش والكلف وعدنا الخطوط يعني القهواره معروفة بهذا النقطة هادي يعني قلنا العسل قلنا الروز قلنا القرنفل قلنا الموهة العادية وكذلك البنات اللي كيعانوا من السميرار وعدم توحيد اللون فاقام باقتاجي معاكم هاد الحليب هادا الغزال اللي صراحة انا في الول كانت استخدموه اللي بنيتها ديالي اللي يحفظها لي لانه من عام الى ثلاثة سنوات فاكده يباش هكده كده كتزيد طوال كي يزيد نومو ديالها فكان اخذو العديمة مؤخرا وليت كنستخدموه في الوصفة الطبيعي واللي ستعجبني النتيجة دياله في الوصفة فاقلت باقتاجيش معاكم هكده هادي هميزة غالي ما بغتش يتجربها المهم حبيباتي هو هادا هنتم ما شفتوه فاكي ما قلنا حبيباتي قلنا الحليب باودر قلنا العسيلة قلنا القهوه قلنا الروز والروز والعسل والقهوه وان يدور بعد ديال المكونات بلوس الماء والقرنفل فهما 6 ديال المكونات اللهم بارك وازد في ذلك كل العناصر زوينين كل العناصر عندهم فعالية وعندهم مصدقية الحمد لله يعني كل المكونات طابينا في جوجل ولبحثنا غلقوا تبارك الله ما كان غير فعالية اللي ما كانش بحالها يا البنات في علاج التجاعد وفي ترطيب الوجه كذلك وفي علاج التسبوغات وتوحيد اللون وعلاج الاسميرار والبنات هاد لغوست ممكن نديريها حتى لبارتي انتيم الى عندك فيهم تجاعد المهم البنات غندو زول طريقة التحضير وبليس حبيباتي ما تنسونا شمالي لايك ديالكم لابدت حال فضلا وليس امرا باش زيديت تشجعيني وزيديت افاوسي بي القدام وزيديت خليني نبتاكر ونقلب على جديد في المكان ونجيبو لك حتى لعندك ان شاء الله المهم البنات ها هو القرنفل لدي جا عندي هنا يمطحون هذه ناخد منه طبعي الحال كيمياء تلقى اختيارية على حسب الرغبة ممكن تاخدي مع القاة جوج شوف انتي شنو بغيتي قرنفل قرنفل ونزيدهم طبعي الحال مع القاة جوج الماء الروبيني سنو ممكن تستخدمي المعديني اختياري اللي بغيتم طبعي طبعي الحال قرنفل من بعد ما نخلط قرنفل 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 مطحون نضيف المعلقة تلقى 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 ونمى سوف نضيف البلاد نضيف نضيف الماء و المكونات الأساسية المكونات الأساسية المكونات الأساسية المكونات الأساسية المكونات الأساسية نضيف الماء نضيف الماء و القرون نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء الأساسية أضع الأسماء ثم الضوء ثم الضوء ثم الضوء نزيد الحليب حليب المجفف نستخدم هذا النوع هذا النوعي نستخدم الأطفال من عام إلى ثلاثة سنوات نستخدم الحليب كما قلنا يكون زيد وعجبني في الوصفة الطبيعية نستخدم الحليب نستخدم الحليب في العلب نستخدم الحليب ثم سوف نستخدم الوصف سوف نزيد من الوصفة لتحديث وضع الأسفة وعينك ميزانك الآخر العسلة سواء العسلة الحر أو العسل طبيعي اشتركوا في القناة اضافة الوصفة جارية اضافة الوصفة جارية اضافة الوصفة الوصفات الجارية اضافة الوصفة جارية صفحة الوصفة جارية اضافة الوصفة جارية تطبيقها على وجهك على عنقك على يديك على كرشك مهم على اي بلاصة فيها تجاعد من بعد ما تطبيقها كتخليها حتى تنشوف هي في ضرف خمسة دقيقة الأولى غا تبدأ كتجبد لكم البشرة ديال وجيه ديالكم من بعد ما غا تجبد لكم وجهكم غادي تغسلوه في ضرف خمستاشر دقيقة ماكسيموم من استخدامك أو من تطبيقك لهذا الوصفة ومن بعد غا تنشوفوه الدزول الترطيب بززف منكم قد قولوا لي عافكا إلا ما باقتاجي معنا هكذا يدي بخودوه ولمنتوجات زوينين سهلين الترطيب و أهم حاجة يعني نحسوه باللمعان و بالرطوبة فاليوم ما باقتاجي معكم هميزات من بسداء من خمسة ديال الدرام حتى الخمسة وعشرين درام ماكسيموم لبنات طبيعة حال مغربية أول حاجة غني بدهو بيا هي خمسة ديال الدرام كين هادلو فازلين هادا البنات بالسيدخون أولا بالحامد كيجي كي يحمق و كي يهبلو كنصح بيه البنات اللي عندهم الكحولية في الباغتي آنتيم أولا الزروقية هادا غزال 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 وبزة خمسة ديال الدرام كين أسي البنات هادا بل ورد اولا بالفاني هاكدا يلوين ديالو كيجي غوز خمسة ديال الدرام بالنسبة للناس اللي كي يبغوا الريحة متاع الورد كين أسي البنات هادا ديال الكاكاو كاتبق ريحتو تمنيا وربعين ساعة وكي صلحتا للأفغ كين أسي البنات هادا اللي كيجي ناطيو طبيعي بالنسبة لبنات ما كيبغوا تشي ريحة كيبغوا غلفازلين طبيعي فكين هادا صراحة زوين ودي مسلا تختجيه معاكم عنده عدة منافع وعدة مزايح تهوية اي اوسي البنات كين هادا بالأرغان هاوه يا البنات كيجي كيحمق وهو كيهب الويدات الرجلات اللي بغتي أنتم ديال لوليدت صغار كذلك الكبار مCamけ ميم هدا كيجي كيحمق كين اوسي البنات هادا الفازلين هادا كيدير عشرين درهم مغربية هادا كيجي لمعت هوا وزوين هاو هدا كيدير عشرين درهم له بخي تشيجيله centers زوين هدا اصلي يعني كيم ما سنقولو حنا الحقيقي هادوا البنات حتا هما مزيانين اختيار كريمات بأرخص كريم 8 درهم ترطيب الجلد بالغليسيلين 8 درهم في 150 جرام الرباخ يستخدموا عن طريقة 8 درهم ترطيب الجلد والرباخ في 150 جرام ترطيب الجلد في المحل التجاري يجب ان يكون في المحل لديهم لديهم الكثير من المعروفين ويجب ان يكون في المشهرين ويجب ان يكون في المحل لديهم ويجب ان يكون هناك الكريم كريم 12 درهم لوبانيا كريم وزيت الأرقان ويجب ان تحسي بها في الأرقان و لكن طبيعية و خاصية يجب ان يكون هناك الكريم 150 جرام 12 درهم بالغليسيرين باللون الغوج 200 ميليليلتر بالحامل بالسيدخون بالأفوكادو بالورد بالخزامة بالنكات مع الماكياج بالنكات بالنكات كيف يكون هناك الكريم 200 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 60 200 200 200 200 200 200 100 200 300 ترطيب و تنعيم و حماية للبشرة ديوب 15 درام مغربية حتى نفس القوام و نفس الشكل و التمن يخيص بزاف و شكيل ديالو نفتح باش تشوفو الكريم هذا البناس ما كيخطانيش ديما عندي ديما لا ديوب ديالو لا الاصلي ديالو بحل 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 لأنه كرتب لي اللي دين ديالي من الأعمق ما كنا نحش نهائيا بالجافة و أسي البنات كينا هاد لوش بهذا ديال الوانزين كي جي بصبار هب هاد لون لووهر كي جي توتيح حمق في 200 ميليليتر ها هو البنات بالصبار الملطف كي يساعد في العناية ديال البشرة هو لوش للجسم الغير الدهني هو هاد البنات خطير 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 ثم خطير خطير يا البنات شوفو شكيل ديالو كيفش يجي ريحة كتهبل المهم البنات كيما قلنا كين هادا في 200 ميليليتر كين اوسي حبيباتي كرام نيفية العلبة الزرقاء في 150 ميليليتر هادا باش كعجبني كي يصلح لوجه الجسم يعني كتضرب عصفورين بحجرة واحدة تاخد كرام لوجه الجسم هادا في كل شي كين اوسي هاد الزيت هادا ديال اطفال جونسون بيبي حتى هادا غزال ثمان ديال وثلاثين درهم زوين في 300 ميليليلتر كي يصلح لوليدات الصغار ترطبي لهم الويداتهم به رجيلاتهم اللي باقدي انتم ديالهم يعني وجههم يعني خطير وحتى اللي باقدي انتم ديال نحنا الكبار فلوس ووجهنا لانهو كرطب من الأعمى كين احضر القراءة الصغيرة لابنة زيت جونسون بيبي في 100 ميليليلتر كدير 30 درهم وكبير البنات اللي في 300 يدير 30 درهم يعني را رخيص بزافر لابنة هادا لابنة هادا لابنة هادا ليه هادا او عفوا ان ماشي لابنة هادا هادا زي جوزلين هذا غزالة ريحة تحمق وكتهب الرحة منعوش وكتعطر ليا باقدي انتم وكتخلي لي ريحتهم تحمق 48 ساعة وكتر بلوس ترطيب العميق يعني كتحسب لابنة هادا مرتبة ماشي ناشفة اه هادا البنات وبالنسبة لخاصيات ديالو او المزايا ديالو هما هادو انتم نغريبا لكم سيان هانتم المزايا والاستعمالات ديالو التجميلية كين اوسي البنات هادا هادا الكريم ديالو ليدة صغيرة هادا البنات حليب منظف من دلع في 100 ميليليلتر كين حتم من جونسن وكين حتم من ميكسا وكين من بزف ديال لي مارك لابنة هادا اتلقوا مع دموالي الماكياج 15 درام مغربية وفغيما والبنات كيرتب خصوصا إلا عندكم هكذا امبابا ولا هكذا بنيتها ولوليدة صغيرة فغيرتها الله وفيه بهد الكريمات هادو المهمة تشيلي كين حبيباتي هادو هما الاشياء اللي ممكن نسحكم بيهم باش تركبو بهم لا لكم ولا لوليداتكم صغار اخر حاجة لبنات بتنزيد نضيف ليكم غير من الفازلين ديال 5 درامرا كين هادا بلفاني التواريح توقع تبقى 48 ساعة ممكن هادا البنس بالبوم او البتفاح حتى هو غزال او بزف المهمة تشيلي كين هادو هما الهميزات و هادو هما البوم بلون البنات اللي بيت نباختاجي معاكم ما تنسوناش حبيباتي من اللي اللايك ديالكم الاشتراك ديالكم سوغ ماشين باش توصلوا بكل ما هو جديد رايوميا نتنجيب لكم الهميزات حتى البفضاركم خليبونا التعليقات ولي كومنتاق ديالكم ومنتقى معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء